مصطفى شلبي واللي حصل في مبارات الداخلية ليه توابع؟ ليه توابع أكيد بس القصة انتهت لكن خلينا برضو نقول للجمهور ايه اللي حصل بالزبط الواقعة طبعا يا كريم كانت مشدة كده على خط الملعب والمطشة شغال ما بين كابتان أحمد مجدي ومصطفى شلبي بيدلوا تعليمات اللعب ما تقبلهاش فاللعب انفعل القصة انتهت في الملعب على طول جواه قدت لبس ولكن ناتزة مالك يعني بالنسبة له القصة لم تنتهي ناتزة مالك تاني يوم على طول أخطر اللاعب بتغريبه 100 ألف جنيه يعني رقم أنا متعليش بالزبط بس رقم قريب من 100 ألف جنيه الغرامة كبيرة جدا وفقا للليحة لأن الواقعة قوة انتهت واللاعب راح اعتذر للكابتان أحمد مجدي واعتذر رجوميز واعتذر للعيبة وكله في قط اللبس لكن ناتزة مالك شايف ان الواقعة ما كانش ينفع تعد مرور الكرام خاصة أنها حصلت في الملعب قدام الكاميرات اتصورت فلقطة ما كانتش تصح أنها تصدر في الملعب فالزمالك أصر على توقيع أو تغريب اللاعب وبالفعل تم تغريبه 100 ألف جنيه هيتخصمه من مستحقاته في الواقع دي وناتزة مالك لن يتراجع عن هذه الغرامة أو عن هذه العقوبة عشان يفرط سيطرة على كل اللاعبات بي